يواصل التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي فعليات مبادرة كتف كتف اكبر مبادرة حماية الاجتماعية في مصر والتي اعلن عن انطلاقها امس في 16 محافظة يأتي ذلك استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك وتشمل تلك الفعليات تعبئة وتوزيع اكثر من مليون كرتونة مواد غذائية بالاضافة الى 160 الف وقبة و30 الف قطعة ملابس على الفئات الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا من اهالي تلك المحافظات بمشاركة متطوع التحالف وكان للاطفال نصيب من المبادرة وذلك بتوزيع فوانيس رمضان والالعاب لادخال البهكة والسرور على الاطفال واسرهم تزامنا مع اقتراب الشهر المبارك